السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو السابق كنت قد تحدثت عن الأعشاء أعشاء قيس وذكرت بأنه من شعراء العصر الجاهلي صاحب معلقة ودع هريرة وذكرت بأنه أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم فتعالوا معي اليوم نتعرف على قصة وفاته ولماذا لم يسلم وكما ذكر أبو الفراج الأصفهني في كتابه الأغاني عن هشام بن القاصم الغنوي وكان هذا علامة بأمر الأعشاء أن الأعشاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مداحه بقصيدته التي يقول في مطلعها ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم المسهدا وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا وفيها يقول أيضا لناقته فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا فبلغ خبر الأعشاء قريشا فرصدوه على طريقه وقالوا هذا صناجة العرب ما مدح أحدا قط إلا رفع في قدره فلما ورد عليهم قالوا له أين أردت يا أبا بصير أي إلى أين أنت ذاهب قال أردت صاحبكم هذا لأسلم أي أراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك وكلها بك رافق ولك موافق أي أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ينهى عن أمور كان الأعشاء يحبها فسألهم الأعشاء ما هن فأجاب أبو سفيان بن حرب وكان آنذاك لم يسلم فقال الزنا فقال الأعشاء لقد تركني الزنا وتركته وفي رواية أخرى لقد تركني الزنا وما تركته ثم قال الأعشاء ماذا أيضا قال القمار قال لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضا من القمار ثم سأل الأعشاء ماذا أيضا قالوا الربا فقال الأعشاء ما دنته ولا الدنته أي لم أقرد شخصا المال ولم أستقرد من شخص آخر وسألهم الأعشاء ثم ماذا فقالوا الخمر فقال هنا الأعشاء أوه أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها والمهراس هو عبارة عن حجر منقور يسع الكثير من الماء فقال له أبو سفيان هل لك في خير مما هممت به قال الأعشاء وما هو قال نحن وهو الآن في هدنة أي هناك هدنة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقريش آنذاك فتأخذ مئة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما يصير إليه أمرنا فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا أي كنت قد أخذت هذه المئة إبل وإن ظهر علينا أتيته فقال ما أكره ذلك فقبل الأعشاء عرض أبي سفيان فقال أبو سفيان لأصحابه يا معشر قريش هذا الأعشاء والله لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره فاجمعوا له مئة من الإبل ففعلوا فأخذها وانطلق إلى بلده فلما كان بقاع منفوحة رم به بعيره فقتله أي توفي ومنفوحة هذه هي مكان ولادة ومكان وفاة الأعشاء فسبحان الله العزيز الحكيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالأعشاء لم تكتب له الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر